أتلف فريق الهندسة التابع لوحدة التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة عشرات الألغام البحرية بعد عملية مسح واسعة نجح خلالها الفريق في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها ميليشيا الحوثية الإنقلابية وقال مصدر العسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن فريق نزع الألغام التابع للتشكيل البحري بالمنطقة قام بعملية تفجير لعشرات الألغام البحرية وأن الفريق يعمل بوتيرة عالية في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة والتي زرعتها الميليشيات الحوثية في السواحل العامة وعلى سواحل الجزر الآهلة بالسكان وأماكن الصيد وكذا بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر غرب جزيرة بوكلان اليمنية شكرا